السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع دكتورة امنية الشامي قسمنا الجوينت المفاصل اناتومي كاليتا شريحيا حسب طبيعة السطح اللي هيجمع المفصل نيتشار اوف يونيتينج ميديوم انتو الى فيبرس جوينت مفصل ليفي وكارتيليجينوس جوينت مفصل غضروفي شرحتهم بالتفصيل وهسيب لكم لينك في الديسكريبشن ان شاء الله هشرح النهاردة السينوفيال جوينت المفصل الزلالي وده له اسم تاني وهو دايارتيروزيس كلمة لاتينية معناها مفصل متحرك موفابول جوينت برضو يعني مفصل متحرك ممكن كمان نسميه مفصل حقيقي نبدأ نشوف السمات الخاصة بالسينوفيال جوينت المفصل الزلالي لازم يكون موجود في المفصل الزلالي تجويف لان العدمتين بعاد عن بعض وفيه كمان جوينت كابسول محفظة مفصلية بيسمح بحركة كبيرة وبيتميز بوجود السائل الزلالي بريزنس اوف سينوفيا والمفصل ده بيتميز بوجود سطح تمفصلي في جزء معين والسطح ده بيكون مغطى بغضروف مفصلي بريزنس اوف ارتكولار سيرفزز ونشوف ايه هي تركيب المفصل الزلالي اللي بيسمح له بيهيئه انه يكون مفصل متحرك عندنا تركيب اساسية تركيب لازم تكون موجودة في المفصل الزلالي في السينوفيال جوينت لو تركيب ده غابت خلاص ده مش هيبقى سينوفيال جوينت مش هيبقى مفصل زلالي وفيه كمان non essential structures تركيب غير اساسية ده تركيب معينة بتكون موجودة في مفاصل معينة فقط ومش بتكون موجودة في اي مكان تاني في الجسم ونبدأ بالessential structure التركيب الاساسية واحد الارتيكولار سيرفزز الاسطح التمفصولية لازم تكون في العدمة جزء خاص للتمفصول لو نفتكر في المفاصل التانية اللي شرحناها كانت العدمة كلها بتتمفصل من خصائص الارتيكولار سيرفز السطح التمفصولي الخاص بالمفصل الزلالي السينوفيال جوينت انه بيتكون من عدمة كسيف format of dense bone وممكن يكون فيه ممكن يكون في السطح التمفصولي ده نقرة غير تمفصولية may present non-articular depressions والنقرة دي بسميها سينوفيال فصة الحفرة الزلالية كمان في التركيب الاساسية للسينوفيال جوينت اللي essential structures للمفصل الزلالي هو الارتيكولار كارتلج الغداري في التمفصلية نوع الغدروف ده زجاجي haialine intype وبيغطي الأسطح التمفصلية covers the articular surfaces وده وظيفته انه بيقلل من الصدمات بيعمل كوسادة لانه طبعا فيه نطة وجارية فبيحمل عدمة من الكسرة زي diminish concussion وبيقلل الاحتكاك reduce friction وكمان احيانا بيزيد من انحناء العدمة لسهولة الحركة may increase the curvature of the bone كمان من التركيب الاساسية the essential structure اللي لازم تكون موجودة في السينوفيال جوينت في المفصل الزلالي وهي الarticular or joint capsule المحفظة المفصلية او المحفظة التمفصلية ودي بتغلف المفصل encapsulates the joint وبتكون ملتصقة بالنهايات التمفصلية للعدمتين اللي هيكونوا المفصل الزلالي التاجد around the articular end of the concerned bones والconcerned bone يعني العظام المعنية يعني العظام اللي هتكون المفصل الزلالي وهيبدأ يوضح لأكتر بتتكون من ايه المحفظة المفصلية articular capsule consistence of بتتكون من واحد ان او طرفيبرس كابسول محفظة او غطاء ليفي خارجي والغطاء اللي في ده او الرباط المحفظي ده بيكون عبارة عن the fibros capsule or capsular ligament as composed of حزم من النسيج الضم اللي في الابيض المتوازية والمتدخلة as composed of parallel يعني متوازي analyzing bundles حزم متدخلة of white connective tissue fibers من الياف النسيج الضم الابيض والمحفظة المفصلية دي بتكون مثقبة علشان تسمح بمرور الاوعية الدموية والاعصاب this capsule is perforated for the passage of blood vessels and nervous تاني مكون من مكونات المحفظة المفصلية هي inner synovial membrane الغشاء الزلالي الداخلي والغشاء الزلالي بيبطن التجويف المفصلي the synovial membrane lines as a joint cavity وده عبارة عن غشاء رفاية the synovial membrane وغني جدا بالاوعية الدموية والاعصاب richly supplied with blood vessels and nervous وبيفرز الزلال secret synovia طب ايه هي وظيفة السائل الزلالي function of synovia واحد بتعمل على مرونة المفصل كأنها وسيلة تزييد أو تشحيم للمفصل lubricate the joint اتنين بتغذي الغضروف المفصلية nourishment of articular cartilage ثلاثة سائل الزلالي غني بقرات الدم البيضاء اللي بتبلع الخلايا المتكسرة rich and leucocyte which faucocyte cell debris نشوف ايه هي مكونات السائل الزلالية content of synovia بيحتوي على albumin والalbumin نوع من البروتينات الموجودة في الدم وميوسين والميوسين نوع من انواع البروتينات اللي بتنتج بواسطة النسيج الطلاقي and saltis واملاح and as alkaline in nature وطبيعته بتكون قلوية وبيحتوي ايضا على hyaluronic acid ودي مادة موجودة بشكل طبيعي في الغضروف والسائل الزلالي المحيط بالمفاصل ولوه قدرة على امتصاص السوائل علشان كده بيساهم في توفير المرونة والليونة للمفصل which decides the viscosity of the fluid اللي بيحدد وبيحافظ على لزوجة السائل الزلالي رابع مكون أساسي من مكونات السينوفيال جوينت المفصل الزلالي وهو articular joint cavity التجويف التمفصلي وده عبارة عن المسافة الواقعة بين الغشاء الزلالي والغضاريف المفصلية this is based in closed by synovial membrane and articular cartilage وبيتكون المسافة دي مليئة بالسائل الزلالي itisfield والسينوفيا ودايما أي مفصل بيحاط بشبكة من الأوعية الدموية والأعصاب vizels and nervous بالنسبة للأارتريس الشريين المفصل بيكون محاط بضفيرة من الشريين حول المفصل bare articular blexus والشرين دي بتلتحم ببعض أنستموزيس حولين المفصل وبتدلنا تفرعات عند نهايات العدمة give branches to the extremities of the bones وللمحفظة المفصلية and joint capsule وهنا بيعرفني أن الغطروف المفصلي خالي من الأوعية الدموية articular cartilage is a vascular والطبقة اللي فيها للمحفظة المفصلية بتحتوي على إمداد دموي ضعيفة fibrous layer of joint capsule have poor blood supply بينما الطبقة الزلالية للمحفظة المفصلية بتكون غنية جدا بالإمداد الدموي while the synovial layer of joint capsule is richly supplies with blood بالنسبة للألياف العصبية nerve fibers في العديد من الألياف العصبية بتنتشر داخل وحوالين الغشاء الزلالية are numerous in and around the synovial membrane وأيضا بيكون موجود نهايات عصبية خاصة specialized nerve ending اللي فهم كل كلمة لغاية دلواتي يريد تعمل لايك واللي ما عملش اشتراك لغاية دلواتي مستني إيه لازم طبعا تعمل اشتراك علشان يوصلك كل فيديوهاتنا وكمان لازم تفعل زر الجرس على الكل علشان تتابع ويبقى عندك update بكل اللي بنزله إن شاء الله ونبدأ نشوف ال non-essential structure التركيب الغير أساسية اللي ممكن نلاقيها في synovial joint المفصل الزلالية وده تركيب إضافي موجود في بعض المفاصل الزلالية لكن مش موجود في كل المفاصل الزلالية علشان كده بسميه non-essential structure شرط تركيب غير أساسية أول تركيب غير أساسي non-essential structure هو الarticular minisky الهلالة المفصلية دي موجودة في اللي ستيف الجوينت مفصل الرقبة وعارفين إن اللي ستيف الجوينت مفصل الرقبة بيتكون من النهاية السفلية لعظمة الفاغد distal extremity of femur مع الطرف العلوي لعظمة قصبة الساك بروكزيما extremity of tibia لكن المشكلة هنا إن النهاية السفلية لعظمة الفيمر الفاغد مع الطرف العلوي لعظمة التبية مش ملأمين لبعض مش متكيفين مع بعض هتلاقي الفيمر الفاغد convex محدب لكن المشكلة إن التبية عظمة قصبة الساك مش كونكيف مش مكعرة عشان تتكيف مع الفيمر التبية هتلاقي الطرف العلوي بتاعها nearly flat تقريبا مسطح فربنا سبحانه وتعالى خلق طبقة من الغضاريف cartilage مهمتها إنها بتعمل adaptation تكيف للسطح التمفصلي adaptation for articular surface الطبقة دي بنسميها fibrocartilaginous blade course gherophiliphy بتدخل inner boost بين سطحين تمفصليين between the two articular surfaces علشان تعمل تكيف بين الأسطح التمفصولية for adaptation of articular surfaces والarticular mini sky الهلالة المفصلية بتقسم التجويف المفصلي الجزئية زي divide the joint كافتي بارشلي يبقى الarticular mini sky الهلالة المفصلية هي حالة خاصة فقط بالstifle joint بمفصل الرجبة مش موجودة في أي مفصل تاني بنشوف تاني non-essential structure تركيب غير أساسي للسينوفيا الجنت للمفصل الزلالية وهو inner vertebral disc الكورس البين فقاري وده عبارة عن كورس غضروفي ليفي fibrocartilisinal plate بيوجد بين الفقرات في العمود الفقري in between the vertebral and vertebral column وده بيعمل كوسادة غضروفية ليفية اتأكتئاس fibrocartilisinal cations بيعمل كجهاز ممتص للصدمات serving as shock absorbing system وده بيقسم التجويف المفصلي كاملا إلى جزئين the divide the giant cavity completely into two compartments التجويف المفصلي هتلاقي مقسوم من الداخل تماما إلى جزئين جزء فوق وجزء تحت تالت تركيب غير أساسي عندنا وهو المرجينال لب لو ترجمناها حرفيا هنلاقيها الشفة الهامشية ترجمة ملاهاش أي علاقة بالموضوع لكنها عبارة عن حلقات من الغضروف الليفية arrangis of fibrocartilis بتحيط أو بتطوق أطراف التجويف المفصلي encircle the rim of articular cavity وده بيكون موجود في الهيب جوينت مفصل الورك عارفين إن الهيب جوينت مفصل الورك ده بيتكون من head of femur رأس عدمة الفاغد والأستابيولام of oscoczy الحق الخاص بعدمة الورك ومهمة المرجينال لب إنها بتزود الكونكيفتي تقعر الحق concavity of acetabulum to include the head of femur علشان يحتوي على رأس عدمة الفاغد فيعمل fitting تثبيت للهيد of femur رأس عدمة الفاغد في الأستابيولام في الحق كويس جدا the enlarged the cavity بيوسع التجويف and tend to prevent the fracture of the margin بتمنع كسر الأطراف الأطراف بتاع الأستابيولام لإن حفة الحق زي ما إحنا عارفين بتكون ضعيفة فممكن تتكسر والمرجينال لب بتعمل لها support بتدعمها بتقويها يبقى المرجينال لب موجودة في الهيب جوينت مفصل الورك بالتحديد مش موجودة في أي مكان تاني رابع non essential structure رابع تركيب غير أساسي ممكن ألاقيه في المفصل الزلالي في السينوفيال جوينت وهو الليجامينت أربطة المفاصل كل المفاصل فيها الليجامينت أربطة مع عدم مفصل واحد فقط مش موجود فيه أربطة وهو الشلدر جوينت مفصل الكتف بكده بيصبح الليجامينت الروباط أو الأربطة المفصلية non essential structure تركيب غير أساسي عارفين أن الشلدر جوينت مفصل الكتف بيتثبت بمجموعة من العضلات غياب الليجامينت الأربطة من مفصل واحد خلاها non essential structure خلاها ضمن التركيب غير الأساسية خلاص بقى ممكن الاستغناء عنها وبيوصف الليجامينت الروباط أنه strong strand خيوط قوية عادة بتتكون من أنسجة اللي فيها بيضاء usually composed of white fibers tissue ومهمته أنه بيربط العضم مع بعضه which bind the bones together وفي بعض الأحيان الأربطة بتكون عبارة عن أنسجة مارينة in some cases made up of elastic tissue والأربطة الليجامينت بتصنف ثلاث تصنيفات زي الليجامينت may be the following varieties أول نوع وهو الاكسترا كابسولار لجامينت الروباط محفظي خارجي أو بيسمى الكولاترال لجامينت الروباط الإضافي ده بيوجد على جانبي المفصل present on either side of the joint رباط خارج التجويف المفصلي ولذلك بيسمى الاكسترا كابسولار لجامينت خارج التجويف المفصلي النوع الثاني بيسمى الانترا كابسولار لجامينت يعني رباط داخل التجويف المفصلي أو بيسمى الارتيكولار لجامينت رباط تمفصلي ناخد بالنا هو الروباط داخل التجويف المفصلي داخل الجوينت كافتي لكن خارج السينوفيا الساك خارج الكيس الزلالي لأن ممنوع تماما أي تركيب تكون موجودة داخل السينوفيا الساك داخل الكيس الزلالي الكيس الزلالي فقط بيكون موجود فيه السينوفيا السائل الزلالي عبارة عن احزمة رابطة بتكون داخل التجويف المفصلي ريمان وزنزة جوينت كافتي وبيغطى بالغشاء الزلالي كفرد باي سينوفيال من برين وده مثال له الكورشيت لجمنت الروباط الصليبي الروباط الصليبي عبارة عن روباطين متصالبين مع بعض داخل المفصل داخل السطيفل جوينت مفصل الرجبة لكنهم خارج السينوفيال ساك خارج الكيس الزلالي ثالث نوع وهو الانتر اوسياس لجمنت روباط بين عدمين اربطه بتربط عدمتين مع بعض وديه موجودة في الفايبراسجوينت المفاصل اللي فيه زي الموجودة بين الجريت متاكاربالبون عزام المشت الكبيرة والسمول متاكاربالبون عزام المشت الصغيرة في الحيونس الصغيرة بيكونوا مربطين مع بعض بروباط لجمنت من انسجة ليفية من فايبراستيشو والفايبراستيشو النسيج اللي في ده بيحصل له بعد كده اوسيفيكيشن تعزم وبيتحول الى بون عدمة بما انه رباط بين عدمتين فبيسمى الانتر اوسياس لجمنت رباط بين عزمين لكن ناخد بالنا ده مش موجود في الساينوفيال جوينت في المفاصل الزلالية بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا واللي محتاج يعرف ايه هي الكلاسيفيكيشن اوف ساينوفيال جوينت ينتظر الحلقة الجاية واللي لسه ما وصلش للينك قناتنا التانية لقناة محب الله ورسوله طبعا خسرا كتير اللينك موجود في الديسكريبشن وفي التعليق المثبت اتمنى لكم وكلكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته